منصة سين التعليمية شوفك اريثماتيك مانا علم شو الحساب مين هو الـPolymath الحدا المثقف كيميست اللي معنىها كيميائي جيومتري هندسة ماثماتيشن عالم رياضيات فزيشن اللي بمعنى طبيب بحكي لك ماي فاثر تيتش ماث ابي بدرس رياضيات ديروا بالكم هذا علم رياضيات فمعناتو لازم ما تاخد مدسن شعني مدسن دوة معناتو لازم ما تاخد دوة without consulting بدون ما تستشير مين هو الـPysician شعني الـPysician طبيب نتعلم عن الأشكال أو الخطوط لما ندرس شو اللي هي الـGeometry شعني الـGeometry الهندسة مستر شهين is a true space working in all kinds of creative and scientific fields بشتغل في كل المجالات فمعناتو شماله مثقف فمعناتو بحكيله شعني polymath مثقف رمزي is very good with numbers and calculations رمزي بحكي والله أنه شاطر في الرياضيات والأرقام He always scores high دام بجيب علمات عالية فيه اللي هي الأريثمتك excellent بالله ما تخربطوا بينهم ما أحكي عن حدا عالم رياضي هو mathematician بدرس شو أريثمتك علم الحساب حسنا A space is someone who thinks and writes about meaning of life معناتو هذا philosopher اللي هو فيلسوف السؤال الثاني بيحكي لك ماتش توصيل صف أول بس تعالوا نشوفها talent شعني talent موهبة والله أي كلمة ما بتعرفوه هون يعني حاولوا نحفظوه هون أسئلة الكتاب تيجي نسبة يعني 70% حرفي من الكتاب طيب فبحكي لك هون founder شعني founder حكينا مؤسس founder صارت مؤسس scale اللي هي الموازين excellent polymath حكينا معناها مثقف مثقف ريثمتك علم إيش excellent علم الحساب laboratory إيش هو ال lab اللي هو المختبر ال laboratory اللي هو إيش المختبر excellent هلا قمنا نشوف بتاعوا نشوف أسهل واحدة an expert in many subject an expert اكسبرت معنا خبير خبير في أكتر من مجال فمعناته هذا بحكي عنه polymath يعني polymath اللي هي مثقف روم غرفة for scientific experiment غرفة للتجارب العلمية روم for scientific experiment يعني هاي اللابرتورة اللي هي المختبر the person the person a person who starts هاي start a person who starts something new حدا ببلش إش جديد such as an organization or a city هاد اللي بيستحدث مثلا منظمة أو بيستحدث مؤسسة أو مدينة هاد شو منسمي اللي هو founder excellent founder an instrument an instrument to measure weight ابتوزن الاشياء اللي هي اللي scale اللي هي الموازين an engineer مهندس ملهاش هون معنا لو كان فيه مثلا اشي تاني انو سمونه مثلا study geometry ما فيش لها رقم the study of numbers the study of numbers دراسة الأرقام اللي هي الارثمتك excellent علم الحساب لما يكون حدا عنده special ability وشين special ability يعني talent موهبة خاصة أو قدرة خاصة هاي المنسماتات 1 2 3 4 5 6 يلا السؤال اللي بعدي برضو مات شو توصيل الماثمتشن عالم شو ماله ورياضيات الجيومتري والألثمتك اللي هو علم الهندسة وعلم شو الحساب مفروض خلص احفظتوها physician معناها طبيب chemist كيميائي وستارز اللي هي النجوم و planets اللي هي الكواكب في كتر طلاب بخربطوا بين planets و plants plants نبتات planet كواكب plants بلانت تمام؟ طب تاع نشوف اشي ار يعني جمع استدد باي mathematicians اشي بدرسو الماثمتشن شوين الماثمتشن هون علماء رياضيات اش بدرسوه اللي هندسة والألم الحساب ما نحط ايش ايش اهمتم؟ احس انا احس ايك ما اهمتوا الهندسة والحساب هما بدرسوها من علماء رياضيات اوكي means doctor اشي اللي means doctor اللي هي physician اللي هون بحطر لها هون P works with numbers حدا بيشتغل مع الارقام اللي هو مين؟ الماثمتشن اكسلنت اللي هو عالم رياضيات astronomer study astronomer علماء الفلك astronomer علماء الفلك بدرسو اكيد لهم من نجوم والكواكب معناته هون D works in laboratory بيشتغل في المختبر معناته هاد شمالو كمس اللي هو مين؟ الكيميائي معناته هون هاي اعش اي تمام؟ ما بتعرفو كيف ممكن نجيبو الكمية هاي يعني السؤال اللي بعديه كتير 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 مهم وخلينا بس اذكركم في الكوذكيشنز اللي حكيناهم كلمتين بيجوا مع بعض تمام؟ لازم الكلمتين يجوا لذكرهم بعض ها؟ متذكرين هاي المعلومة صح؟ طيب خلينا ندرسهم In hot countries في البلدان الحارة Solar ايش؟ Solar power اكسلان Solar بواي للطاقة الشمسية is an important source of energy هي طاقة مصدر طاقة مهم في البلدان الحارة تعتبر الشمس او طاقة شمسية مصدر طاقة مهم Green project المشاريع الخضراء هي environmentally friendly اكسلان صديقة للبيئة environmentally environmentally friendly هدا الحفظ نام في اول حصة من unit 4 فقتلكم ايام رح تمر معانا صح؟ صح؟ ويند ايش ويند فارمز مزارع الرياح مزارع الرياح are an example of aish energy of renewable energy excellent of renewable energy مصدر طاقة شماله متجدد if a city recycles everything and doesn't throw anything away اذا المدينة عنا ضلت recycling تعمل عادة تدوير فبتكون zero ايش zero waste excellent يعني خالية من النفايل نركز هون ونركز هون تعالوا بحكيلك we burn يعني احنا منحرق الكاربون whenever we use oil coil or gas this is known as our carbon في عنا carbon footprint وفي عنا carbon neutral هاي اللي هي carbon ash footprint اثر الاش اثر الكربون اثر الكربون حكينا اشي شماله سلبي بحكيلك لما نحرق الاول لما نستخدم هاي الاشياء احنا منعمل اثر كربون اما لما we replace شعن نreplace منستبدل as much carbon as we burn لما نستبدل كربون بالاشياء اللي احنا حرقناها احنا منعمل carbon ايوه اللي هي air neutral carbon air neutral شعن carbon neutral هي خالية من الكربون تعالوا اللي بعديها اخر جملة a place where no cars are allowed ما فيش مش مسموحة فيها السيارة فبتكون car ash free zone منطقة خالية من السيارة وتكون مصمم انها تكون pedestrian friendly شعنى pedestrian 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 معناها ليه للمشاب pedestrian ليه معناها المشاب طيب خلينا اذكركم في هدول كمان قبل ما نروح للاسئلة الوزارية يه يه عندنا هون يفترض هل اشوفوا هاد السؤال في كتابكم شوي زنخ فاحنا بنلاقي كلمات بس اشوف هادك تعرف انه هاد المعنى يعني مثلا لما لاقي كلمة هون عندي هاوسبيتل مستشفيات فايشي انه علاقة في المستشفيات يعرفوا لي انه هاد بايولوجيكال ويست بايولوجيكال ويست شعني بايولوجيكال ويست مخلفات حيوية طيب لما تشوفوا لي كلمة سيارات اقل فاحنا بنستخدم اللي هي public transport شو معناها المواصلات العامة طيب شعني يقلل ايش ننقلل من ايش من اثر الكربون كاربون لي فوت كاربون فوت لي اثر الكربون اول ما تشوفوا نقلل من اثر الكربون اول ما تشوفوا سيارات المواصلات عامة لما تشوف بايولوجيكال ويست تمام طيب شوفوا لي هاي كاربون لما الناس تحكي عن شو بيكون اصدها تحسن في المعيشة او منتجات الدولة منتجات الدولة منتجات الدولة منتجات الدولة بيكون اصدها نمو شمالها اقتصادي نمو شمالها اقتصادي لما انا احكي عن مستوى معيشة منيح وبحكي عن تقدير متجاتة ولا انا بحكي عن نمو اير 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 اقتصادي واحد صايم ها واحد صايم ركزوا معاي شعني بولوشن اللي هي معناها التلوث شعني بولوشن التلوث يلا انتو حكولي اول ما اشوف كلمة التلاوت شو ممكن احط اللي هي اكسلنت ليه نيكتب افكت اثر شماله سلبي نيكتب افكت اثر ايش سلبي طيب نكمل في عندكم كلمة كثير مهمة ورح تمروا معنا في الوزارة كمان كلمة ترافيك خلي ترافيك ازمة ازمة مرور بحكي لك احنا بنحتاج شو عشان نحل مشاكل زي الازمة اللي بتصير احنا بدنا اربان لاني تخطيط شو ماله يس طيب شوفوا لي هات السؤال بحكي لك the nature اللي هي الطبيعة reserve uses recycled water مسخدم مياه شو مالها recycled يعني اعد تدوير مياه which helps age the environment شان environment اللي هي البيئة نساعد بايش في البيئة اللي هي sustainability of the environment اكيد من راج دخل في الصناعي prosthetic ولا في physician اللي هي الطبي طيب professor badari age 67 is the hospital ايشي له علاقة في المستشفيات صح تمام فاكيد مش استدامة ولا صناعي اللي هي physician شو معنى physician طبيب نشوف الاسئلة الوزرية هل بتجي سهلة صعبة كم سؤال عنا صحنا مشتركت لكم ولا ايشي مش حاططة طيب يال اللي بعديهم نشوف اسئلة وزرية صح صحيا عن جد صح صحيا عن جد طيب انا صحي منهم صايمة انا بقهوة وبكون صح صحايا دوب صحيح فداكم فداكم عادي مش مشكل although ابن بسال's name is not while he known بحكي لك بحكي لك هنا عن ابن بسال انو اسمه مكانش معروف كتير his age to the world هاي word مش word العالم has been great هل ابن بسال ايشي افكت اثار جانبية ولا الريقيت الريو الريقسي الارث تحكي لك على الرغم ان اسمه مكانش معروف كتير بس ارثه كان ايش عظيم people can work hard to reduce ايوه ايشنا نقلل اثار الكربون شوفوا شلي بينهم يما منهم يما بدهم ايش يخدعوهم بس هما ما بنخدعو بدنا نقلل من اثار الكربون حذبلكم اياهم اول ما اشوف كمترافك ازمة بدي urban planning تخطير عمراني معانا لكم علي's progress in age has been remarkable الجملة هيك فيها صفنة بدها صفنة بدها صفنة الجملة علي progress معانا تقدم has been remarkable يعني كان ملحوظ تقدموا في السمعة تخطيط عمراني ولا في الحساب في الحساب في الارثماتيك علم الحساب يس زي ما بقولكم هاي وين فاش انرجي طاقة شمالها متجددة فبحكير النيوب الانرجي طاقة شمالها متجددة car free zone car free zone بحكي لك لازم ما تاخد دوا بدون ما تستشير مين الطب كلها اسئلة الكتاب هاي شايفينها يلا هاي لترافك ايش بلاننج اوريبان بلاننج تخطيط عمراني هاي مست بجيبو زي هيك او ما لحكت لكم هاي اسمها collocations كلمتين بيجوا مع بعض فممكن اسألكم عنهم hospitals اول ما اشوف مستشفيات بعرف ان في عندي biological ways من خلفات حيوية بدروس shapes اشكال هاي geometrial هاي الهندسة ابن سينا واضد الفوانستاذ هذا السؤال اشتبو لي اشتبو اشتبو بدنا نقلل من الاثر الايش الكربون صح صح the correct definition of talent بحكي لك افضل تعريف لكلمة talent شعنة talent اللي هي موهبة اللي كانت في التوصيل لspecial ability موهبة خاصة وقدرة خاصة when expert talked about economic economic ايش growth ممو اقتصادي excellent طيب كربون تيجي مع food print او carbon neutral انتي روحي carbon age if we replace اذا احنا ضلنا نستبدل الطاقة او الكربون اللي احنا مستخدمه او منطلعوها احنا منعمل carbon age neutral يعني خالي من الكربون او منطلعوها نفسها في الكتاب بدرس الرياضيات فهو ما تمتش عن عالم الرياضية او كي او كي نوقف عندها شوي 17 نرجع لها طيب wine farms مزارع الرياح بحكي لك كوكلي becoming world fast growing source source معنها مصدر مصدر طاقة متجددة بس نشوف اكيد مش طاقة شمسية ولا مشها هي مصدر طاقة شمالها متجددة شانع لينيو بالانرجي طاقة شمالها متجددة excellent هاي في unit 3 مش unit 4 يعني الطلاب المهني والصناع مش معاكم هالجملة بس بحكي لك the book title and I picked the book up title معنها عنوان بحكي لك عنوان الكتاب لفت انتباهي معناته يعني cat or caught my attention لفت ايش انتباهي catch attention يدفد انتباه if we take ايش رح تكون في عنا سيارات اقل لما ناخد public transport مواصلات عامة حدا بفكروا بكتب عن معنى الحياة معناته had philosophers يعني philosopher فلسوف we are having an examination عنا exam يعني امتحان في الاش اكيد مش فلسوف ولا متقف عنا امتحان في الهندس لي الجيومتري my parents have been the most people in my life اوكي ها كما رح نحكي عنها ايش can separate medicine into its components a chemist بحكي لك ما دسان شو معنا هالدواء بحكي لك مين هو الشخص اللي بقدر حلل الدواء into components يعني لأ يعني أجزاء تمام لو الكيميس لي ايش الكيميائي بحكي لك من المشاريع الكبيرة فظل عندي اللي هي ماينورت شعني ماينورت منارة يعني بحكي لك هذا البرج زي منارة is one of the most important building من أحم الأبنية في إسبانيا My parents, يعني my parents, اللي هم والدي have been the most influential people يعني أكتر الناس بتأثر ومؤثرة في حياتي مش كيميائيين ولا physician بمعنى طبيب شوي المعاني بتها مراجعة وطويلة شوي بس يعني سهلين ما بتهم إشي إذا عندك لسا بستخاربة تحاول أنك تربط الجملة يعني بأول ما تشوف كلمة معينة تعرف أنه هذا المعنى ويعطيكم ألف عارفة